اشتركوا في القناة خمس امتحانات انشاء الله نحلهم دلوقت هنبدأ من بيج 163 صفحة 163 الاختبار الاول اول سؤال عندي استمع واختر الاجابة الصحيحة هنسمع نص استماع ثم نجيب عن الاسئلة My name is Dina اسمي Dina I am in prep school انا في مدرسة عادادي Today is Friday النهاردة يوم الجمعة We don't go to school احنا مش بروح المدرسة I am reading a nice book انا بقرأ كتاب لطيف My father is watching a TV بابا بيشاهد التلفزيون Today is a النهاردة ايه هي قالت النهاردة Friday النهاردة يوم الايه الجمعة طيب number two My space is watching TV من اللي بيشاهد التلفزيون قالت My father watching is watching TV بابا بيشاهد ايه التلفزيون number two supplies the missing parts in the following mini dialogues يعني اكمل الاجزاء النقصة في المحادثات القصيرة التالية وسؤال المحادثات بيبقى من تو ماركس من درجتين وبردك سؤال للإستماع برضك بيبقى من درجتين جيهان بتقول لي ما نال سؤال فقالت لها I am watching TV now انا بتفرج على التلفزيون الآن يبا هي هتقولها انت بتعملي ايه الآن هتقولها what are you doing now what are you doing now قالت لها نفرج على التلفزيون طب المحادثة التانية علي بيقول لأحمد how does your grandma walk يعني كيف يمشي جدك جدك بيمشي ازاي فمسلا يقول هو بيمشي he walks slowly he walks slowly يعني هو يمشي ايه ببطء نمبر سري choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة my space routine is the same everyday as every day يعني نظام حياتي اليومي هو هو كل يوم في أيام المدرسة يعني يبقى my daily routine نظام حياتي ايه اليوم نمبر تو الممرضة بتعتني بالمرضة في المستشفى يبقى هنقول يعني يعتني به الممرضة بتعتني بالمرضة في المستشفى نمبر سري سميرة موسى سميرة موسى ولدت سنة 1971 يبقى نقول سميرة موسى was born ولدت يبقى نمبر سري بسي نمبر فور did you space to live in a village or a city هل انت اعتدت ان انت تعيش في قرية ولا في مدينة يبقى did you بعد did يجي الفعل في المصدر used to live نمبر فايف as as دي زي كده why بينما يعني بيجي بعدها ماضي مستمر ونحة تانية ماضي بسيط as بينما i space my book بينما انا كنت بقرأ كتابي the phone rang رن جرز التليفون يبقى بعد قز قلنا هنجيب a was or where والفعل في انجي طب اي اي تاخد واز ولا وير تاخد اي واز يعني ايه انا كنت بقرأ i was reading كنت بقرأ كتاب لما رن جرز التليفون نمبر سيكس اي مت احمد انا قابلت احمد انزا كلاب في النادي is best we usually play football هايسو احنا عادتا بنلعب كل القدم في المكان ده هايسو للمكان هنقول ايه where قلبنا الصفحة page 164 صفحة 164 نمبر 4 read the following اقرأ التالي زي نانسر زي كويتشان ثم اجبعا لسئلة سؤال للفقرة او الكمرهنشان بيبقى عليه 5 ماركس خمس درجات water is very important in our life المية مهمة جدا في حياتنا we need it بنحتاجها ادي عايد على الووتر for drinking بنحتاجها للشرب cooking الطبخ watering the fields for real and getting electricity والحصول على القهرباء careless people الناس المهملة use too much water بتستعلم مية كتيرة to wash their cars في غسل سيارتهم others اخرين leave tabs بيتركوا الحنفيات او بمفتوحة children should be taught how to use water carefully يعني الاطفال ينبغي ان هما يتعلموا ازاي يستخدموا مية بحرص parentis الوالدان and the teachers والمدرسين should teach children how to be careful لازم يعلموا ينبغي ان هما يعلموا الاطفال ازاي يبحرصين with water مع المية and not to waste ايضا ما يهدروا هاش number one what should teachers and the parents teach their children يعني ينبغي على المدرسين والأمور او الوالدين ان هما يعلموا اطفالهم ايه احنا قلنا اهو في السطر القبل اخير parents and teachers المدرسين والوالدين should teach children ينبغي عليهم ان هما يعلموا الاطفال how to be careful with water ازاي يعلموه ان هما يكونوا حرصين في استخدام الماء يعني and not to waste ايضا ما يهدرهوش يبقى دي الاجابة number one طيب number two what does the underlined pronoun it refer to ادي بتشرل ايه بتشرل ايه للووتر يبقى number a دي number two ممكن اقول it refers to water او water طيب number three what do we need water for هو احنا محتاجين الماء لإيه عندنا مثلا هنقول في السطر الاول احنا بنحتاج الماء اهو we need it احنا بنحتاجها for drinking للشرب cooking الطبخ watering زفيل سوري الحقول and getting electricity والحصول على الكهرباء يبقى عندي الاجابة دي number a three number four we should use water ينبغي ان احنا نستخدم الماء ايه نستخدمها carefully بحرص number five careless people للناس المهملة use two water بيستدموا كمية ماء كبيرة يبقى too much water طبعا الماء لا تعد فبنقول معها ايه much water يعني كمية كبيرة too much water كمية كبيرة جدا من الماء number five write a short paragraph اكتب فقرة انشائية قصيرة او five sentences من خمس جمل عن your daily routine نظام حياتك اليوم لما اجي اكتب الparagraph بسيب مسافة كلمة او 1 سنت في البداية وببدأ بحرف capital وما بين كل جملة وجملة بحط full stop والحرف اللي بعد full stop بيبقى حرف capital بكتب جمل بسيطة وصحيحة من من هجل لنا درسته طب هو جابلي your daily routine لما اجي اكتبها في قرصة الاجابة هكتب بقى my daily routine يعني نظام حياتي اليوم I have a very busy school day انا عندي يوم مدرسي حافل او مشغول I get up at 6 o'clock بس حالساعة 6 I have my breakfast بتناول افطاري ثم بعد كده I go to school بذهب المدرسة on foot سيرا على الأقدام with my friend اسمع أصدقائي in the afternoon بعد الظهر I come back home برجع البيت then I do my homework بعد كده بعمل واجبي and watch TV وبشاهد التلفزيون I go to bed بذهب للفراش at 9 p.m الساعة التاسعة مساء طبعا عندي هنا في كلمة in the afternoon الكلمة ما كفتش ان انا اكتبها في باقي السطر فلما الكلمة تخلص وما فيش مكان خلاص في السطر يعني الكلمة لسه فيها باقي قصدي وما فيش مكان كده وبكملها ايه في السطر اللي بعد يبقى in the afternoon بعد كده عندنا الاختبار التاني في امتحانات الاظهر الشريف page 165 صفحة 165 listen and choose the correct answer استمع واختار الايجابة الصحيحة مجد يعقوب was born in Cairo in 1935 ولد مجد يعقوب في القاهرة سنة 1935 he went to Cairo University ذهب الى جامعة القاهرة and became واصبح an important heart surgeon طبيب قلب او جراح قلب مهم he then بعد كده helped people ساعد الناس with heart problems اللي عندهم مشاكل في القلب for many years للعديد من السنوات in 2006 سنة 2006 he started a charity أسس جامعية خيرية to help children عشان تساعد الأطفال with heart problems اللي عندهم مشاكل في القلب اول سؤال دكتور مجد يعقوب اي دكتور مجد يعقوب ده جراح يعني surgeon number two his charity جامعيته for children للأطفال with heart problems عندهم مشاكل في القلب started ده بتأسسها او بدأت as best years old يعني من كم سنة بدأت بدأت من 17 ايه من 17 سنة من 2006 دلوقتي 17 number two complete the following many dialogues اك من المحادثات القصيرة الاتية علي بيقول سامي how often do you get up early يعني كما عدد المرات اللي انت بتستايكس فيها بدري فممكن يقول مسلا انا بصحة دائما بدري او ما بصحاش ابدا بدري احيانا بصحة بدري كل دي اجابات طيب مسلا يقول انا دائما مبكرا i always انا دائما اه get up early انا دائما بستايكس ايه early يعني مبكرا number two نوحة بتقول لسوها سؤال فقالت لها محمد صلاح is my sport محمد صلاح هو نجم الرياضي اللي هي بتفضله يعني يبا هي هتقول لها مين هو نجم الرياضي المفضل هتقول لها هو يعني من is your favorite sports store من هو نجم الرياضي المفضل فهي اتلاها محمد صلاح number three choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة is based teachers work at s-t-e-m schools يعني مين اللي بيشارل في مدرس الستيم المدرس اللي علومة التكنولوجية الحديثة طبعا مدرسين خبراء يعني expert teachers number two the trip الرحلة القصيرة was كانت ايه we all enjoyed كلنا استمتعنا بيها فكانت الرحلة ايه الرحلة كانت awesome رائعة number three we space cross the street when traffic light light is red يعني احنا يجب قلة نعبر الشارع او الطريق لما تكون الاشارة حامرة يجب علينا قلة يبقى we mustn't number four the verb space is regular اه ايف دول فعل منتظم اللي هو بحط في اخره ايه دي بحوله للماضي جت لا الماضي بتاعها جت غير منتظم lose يفقد الماضي بتاعها lose تفقد لا ما نفعش when يفوز الماضي بتاعها one phase اختار بقى leave الماضي بتاعها left عيش leave يعيش left عيش يبقى هي ديت الفعل regular المنتظم number five says best is an area برعة منطقة of very dry land من الارض الجفة جدا ديت الووترفول الشلال الدلتا river النهر ولا الديزار طبعا منطقة الجفة جدا دي ايه ديزار صحراء number six he doesn't space a bin هو مش معا الم وبعد دست بيجي الفعل في المصدر يبقى he doesn't have a bin قلبنا الصفحة page 166 صفحة 166 number four read the following and answer the questions سؤال الكمبرهنشن i didn't use to know very much about my family history يعني انا لم اعتاد ان انا اعرف الكثير عن تاريخ عائلتي last week الاسبوع الماضي my teacher المدرس بتاعي asked me طلب مني to do a project ان انا اعمل مشروع about someone عن شخص ما in my family في اسرتي so i did some research عشان كده انا قمت ببعض البحث and found out some really interesting information وبالفعل حصلت او اكتشفت بعض المعلومات الحقيقة شيقة about my grade grand father عن جدي الاكبر i knew he used to be a doctor انا كنت عارف ان هو اعتاد ان هو يبقى طبيب but i didn't know لكن انا من كنتش عارف he worked for a charity ان هو كان بيعمل اللي ده جمعية خيرية my great grandfather جدي الاكبر used to live اعتاد ان هو يعيش in the countryside في الريف and he worked as a volunteer وعمل volunteer doctor كطبيب متطوع for the red cursing للهلال الاحمر when there was a medical disaster لما كان في يعني كان فيه كرسة طبية or a health emergency او حالة طوارئ and when the work was difficult and sometimes scary يعني في الوقت ده كان العمل صعب واحيانا كان بيقى مخيف he also used to look after people هو كمان اعتاد ان هو يعتني بالناس who didn't have much money اللي مش معهم الكثير من المال i feel very proud of him انا اشعر ان انا فخور به جدا طيب number one who does the student feel very proud of هو الطالب شعر بالفخر اليمين شعر طبعا ايه اتجاه ايه his great grand father يعني جده الاكبر his great grand father لجده الاكبر his great grand father number two where did the great grand father used to live اعتاد فين ان يعيش الجد الاكبر احنا قولنا ان هو اعتاد يعيش في الايه في الكانتر سايد يبا هنجيب كده اه هنقول يعني ال great grand father used to live in the كانتر سايد دي number two او نقول على طول he used to live in the كانتر سايد اعتاد ان هو يعيش في الايه في الريف نموك نكتب هنا هين ونكتب الجملة كده على طول يبقى دي اجابة number eight two number three when did the great grand father work as a volunteer doctor امتى الجد الاكبر عملك طبيب متطوع هلنشوف الفقرة بردو when the work سويني معلش هنا اهو when there was a medical disaster لما كان فيه كارثة طبية or a health emergency امام كده او كان فيه ايه كارثة ايه اه اه اللي هي طوارئ الصحية يعني طيب هو اشتغل كمتطوع لما كان فيه كارثة طبية او في حالة الطوارئ انا عندي دي number eight number three number four my great grand father جدي الاكبر is my grand boss father هو بابا جدي number five in health emergency لما يكون فيه حالات طوارئ صحية زي الاطباء work is ايه العمل بتاعهم بيبقى طبعا ايه easy سه enjoyable comfortable comfortable مريح لا ده بيبقى difficult فيما يكون فيه حالة طوارئ بتبقى ايه العمل بتاع الأطباء ده ايه صعب جدا زي كده في 2020 لما كان فيه covid 19 الكورونا وكانت طبعا ايه الاطباء كانوا بيقوموا بدور عزيم يعني فطبعا دورهم في الوقت ده بيبقى difficult صعب جدا number five write a short paragraph اكتب فقرة انشائية قصيرة او five sentences من خمس جمال عن a historic place in Egypt مكان تاريخي في مصر last week الاسبوع الماضي I visited one of the greatest historic places in Egypt زرت واحد من اعظم الاماكن التاريخية في مصر I went on a school trip ذهبت في رحلة مدرسية to the pyramids للأهرامات I spent there a very beautiful day قضيت هناك يوم جميل جدا there were a lot of tourists from all over the world كان فيه سواح من جميع الحق العالم our great ancient Egyptians القدماء المصريين العظام بتوعنا were really great كان حقا عظماء great builders كانوا بنائين عظام and engineers ومهندسين عظمائي I like the pyramids very much أنا حبيت الأهرامات جدا بعد كده عندنا test 3 الاختبار التالت من امتحنات الأظهر الشريف page 167 صفحة 167 number one listen and choose the correct answer استمع واختار الإجابة صحيحة هنستمع لنص استماع ثم نجيب عن الأسئلة my name is Sammy اسمي سامي I am 15 years old عمري 15 سنة I am a strange teenager أنا مراهج غريم I always worried أنا دايما الآن I often feel worried about everything أنا غالباً بشعر بالقلق تجاه كل شيء I try to change myself بحاول أغير نفسي حاولت أغير نفسي but I can't لكن لا أستطيع سامي is a teenager سامي دوت strange teenager يعني مراهج غريب number two سامي often سامي غالباً feels a about things بيشعر بإيه تجاه الأشياء بيشعر أن هو worried يشعر بالقلق تجاه الأشياء number two سؤال الميني دايالج سؤال المحاسات القصيرة علي سأل سؤال فنبيل قال له أي جوالي get up at 6 o'clock أنا عادةً بستايكس في الساعة السادسة in the morning في الصباح يبقى هو هيسأله إمتى بتستايكس ممكن يقوله when متى or what time في أي وقت الاثنين بمعنى بسأل بهم عن الوقت يعني فمسلا يقوله إمتى بتستايكس يقوله when do you get up when do you get up بتستايكس إمتى قاله الساعة ساعة طيب مونا بتسأل سؤال سؤال بتقولها where would you like to spend your next holiday تحب تقضي فين أجازتك القادمة في أي مكان بقى ممكن تقولها في اسكندرية في عمدي جدي أي مكان هتقول لها I مثلا في اسكندرية I would like like to spend it أحب أن أنا قضيها in a أليكساندرية مثلا في اسكندرية number three choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة وسؤال الاختيارات في المدهام بيبقى من 6 ماركس من 6 درجات if you are tired لو أنت تعبان why don't you arrest وليه ما داخدش فترة راحة يبقى why don't you have arrest number two the players اللعيبة are playing very بيلعبوا بشكل جيد عايزة هنا ظرف أو حال يبقى very well بشكل جيد جد number three my grand father جدي when he was young يعني جدي اعتاد أن هو يلعب كريب قدم لما كان صغير ايه أو أصغر في السن يعني لما كان صغير السن يبقى my grand father used to play اعتاد أن يلعب كريب قدم لما كان صوي number four are you taller space your brother هل أنت أطول من أخوك في مقارنة بين اتنين أقول ايه taller than أطول من number five I love going to space places such as museums بحب بروح الأماكن التاريخية زي الايه زي المتاحف يبقى historic places number six I help to look space my little sister when my parents are busy أنا بساعد فيه الاعتناء بأختي لما بابايا ومامتي يكونوا مشغولين يعتني بإذنها look sorry look after ألبنا الصفحة page 168 صفحة 168 number four read the following اقرأ التالي زي نانسر زي كويتشن ثم أجب عن الأسئلة سؤال الفقرة أو كومبرهنشن وبيبقى من five ماركس من خمس درجاء my name is Adam أنا اسمي آدم and I want to write about a person وعيث أكتب عن الشخص I am very proud to know اللي أنا فخور بمعرفته her name is Mrs. Karema اسمها Mrs. Karema محمد she used to study hard هي اعتدت أنها تذاكر بجد to be a nurse عشان تبقى ممرضة she also worked to help pay for her studies كمان هي كانت بتعمل عشان تدفع تكاليف دراستها in 2020 سنة 2020 there was a health emergency كان فيه طوارئ صحية and many people were in hospital وكثير من الناس كانوا في المستشفى I was ill أنا قد تماريته أيضا في الوقت دا I was in hospital for two weeks يعني قعدت في المستشفى لمدة أسبوعين she helped me ساعدتني and other people والناس الآخرين in the hospital في المستشفى I am very proud of her أنا فخور جدا بيها number one why did mrs. كريمة used to study hard لك بتذكر بجد عشان تصبح ممرضة to be a nurse to be a nurse number two what happened in 2020 اللي حصل سنة 2020 تعالوا نشوف الفقرة in 2020 there was a health emergency كان فيه حال الطوارئ and many people وكثير من الناس were in hospital كانوا في المستشفى يبقى دي الإجابة number two number three how long did Adam stay in hospital Adam قعد قد إيه في المستشفى أو قعد قد إيه قعد for two weeks قعد لمدة أسبوعين يبقى دي الإجابة number three لما اسألك سؤال بhow long كم طول المدة كم طول المدة بجاوب بfour والمدة اللي إيه استغرقها الحبس number four Adam is very a of mrs. كريمة Adam فخور جدا ب mrs. كريمة يبقى is very proud number five mrs. كريمة مدام كريمة help to pay for hair كانت بتساعد فيه دفع تكاليف دراستها يبقى إيه hair status number five write a short paragraph اكتب فقرة إنشائية قصيرة أو five sentences من خمس جمل طبعا في الأظهر الشريف بنكتب خمس جمل لكن في المدارس الحكومية العادية بنكتب 80 كلم هنا البارغراف عن what you think of tourism يعني ما رأيك في السياح every country كل بلد in the world في العالم has different sources لديها مصادر مختلفة of the national income للدخل القوي tourism السياحة is very important مهمة جدا for any country لأي بلد the money coming from tourism المال اللي بييجي من السياحة helps the country بيساعد الدولة improve its services إنها تطور خدمتها we should care about our visitors يعني ينبغي إن احنا نعتني بالزوار بتوعنا Egypt is a first class tourist country يعني مصر بلد درجة أولى من ناحية السياحة بعد كده test 4 الامتحان الرابع من امتحانات الأظهر الشريف page 169 سبحة 169 السؤال الأول listen and choose the correct answer استمع واختار الإجابة الصحيحة زياد is 13 years old زياد عمره 13 سنة he lives in a big house بيعيش في بيت كبير in mania في المنية he likes sports بيحب الألعاب الرياضية at the week ends في وطلاط نهاية الأسبوع he plays sports بيمارس الألعاب الرياضية with his friend مع أصدقاء number one زياد lives in a big a in mania زياد بعيش في a في بيت كبير في المنية يقبأ in a big house number two add the week end في وطلاط نهاية الأسبوع زياد likes to a زياد بيحب يعمل بيحب يمارس الألعاب الرياضية أو يلعب الألعاب الرياضية يبقى play sports play sports يلعب برياضة number two سؤال المحادثات القصيرة why don't we try recycling water ليه ما نحاولش عادي التدوير المياه فهو ده اقتراح فهيرد على الاقتراح good idea إنها فكرة جيدة that's a good idea number two سؤال فرد عليه قال له I think أعتقد هيرو إن البطل is someone شخص ما who is very brave شجاع جدا يبقى هو بيسأله السؤال من هو البطل who is the hero من هو البطل who is the hero وممكن يقول له what do you think about the hero يعني ما رأيك فيه البطل فيقول لك البطل ده هو شخص شجاع جدا what do you think of the hero أو about the hero أو who is the hero من هو البطل number three choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة she is based with her parents and two brothers يعني هي عايشة مع والديها وأخين صبيون يبقى شي مع هي وشوئت في المضارع البسيط اللي بعبر عن العداد بحط s في الفعل يبقى هنقول she lives number two my sister is smiling space add the camera أختي بتبتسم بسعادة في الكاميرا أنا عايزة هنا حال أوظر يبقى my sister is smiling happily بتبتسم بسعادة number three my uncle my uncle is based to be a firefighter يعني عمي اعتاد ان هو يبقى رجل اطفاء but now he is a teacher لكن الان هو معلم يبقى my uncle used to be number four I love going to space places such as museum سأحب روح الاماكن التاريخية زي المتاحة في بقى I love going to historic places number five the person space is sitting next to me is a doctor يعني الشخص اللي قاعد جنبي طبيب طبعا احنا خدنا ضمير الوصل وخدنا الذي أولاد العاقل اسمها ايه اسمه هو يعني الشخص هو اللي هو الذي يجلس بجواري is a doctor يعني طبيب number six سؤودي اربيا المملكة العربية السعودية is not space with as جوردن يعني هي مش بيبقى فيها مطرة كتير يعني زي ايه زي الاردن هنا بنقارم بين اتنين يعني ايه مش متسوين في نفس الصفة هنقول سؤودي اربيا is not as with as جوردن قلبنا الصفحة page 170 صفحة 172 سؤال comprehension our class decided to try to do one act of kindness every day for three days يعني فصلنا قرر محولة القيام بعمل لطيف واحد كل يوم لمدة ثلاثة ايام on one day في يوم الاثنين i bought my grand mother some of her favorite cakes at the baker's يعني اشتريت بعض الكاتكات اللي جدتي بتفضلهم من المغبز on the way home وانا راجع للبيت from school من المدرسة she was surprised هي اتفاجئت but very happy ولكن كالسعيدة جدا after that هو يعمل افعال لطف عشوائية يعني هيعمل افعال طيبة ولطف مع اي مع الناس after that بعد كده i took a sandwich انا اخدت sandwich and a cold drink ومشروب بارد to the old man للرجل العجوز who often sits on our street corner اللي ده من قاعد على نصة الشرع بتاعنا he gave me a big smile اعطاني ابتسامة كبيرة in my opinion في رأي doing random اكتس ان احنا نعمل افعال لطفة عشوائية of kindness is fantastic حاجة مدهشة i don't want to stop انا مش عايز اتوقف ان الاعمال اللطف دي number one how much times كما عادت المرات did the class اللي الفصل spend on the work اللي هيقضيها في الايه في العمل بتاعه ده هو قال هيقض هو قال everyday for three days يعني هيستمر في العمل اللطف ده كل يوم لمدة ثلاثة ايام number two what did he do for a stranger هو عمل ايه مع الغريب تعال نشوف برده في الفقرة اهو هو قال ايه i took i took a sandwich انا خدت sandwich and a cold drink مشروب بارد to the old man للرجل العجوز who often sits on our street corner اللي قاعد على نص الشرع ايه بتاعنا يبقى دي الاجابة number a number two number three what did he buy for his grandmother اشترى ايه لجدته طيب هو قال هنا ايه هل قال اي بوت اشتريت لجدتي بعض الكيكات بتاعتها المفضلة وانا في طريقي راجع من ايه من المدرسة للبيت طيب بدل اي بس هنقول ايه هنخليها هي عشان نقول هي بوت هو اشترى الكعكات لجدته ويبقى دي الاجابة number a three number four the old man الراجل العجوز واض الراجل العجوز كان ايه كان هابي كان سعيد number five he bought the cake space school هو اشترى كيكات احنا قلنا هو راجع البيت من المدرسة تمام وهو راجع البيت من المدرسة يبقى اشترى بعد المدرسة يبقى after a after school بعد المدرسة number five write a short paragraph اكتب فقرة انشائية قصيرة of five sentences من خمس جمل عن السبورتس الالعاب الرياضية there are a lot of sports في كثير من الالعاب الرياضية like football زي كرة القدم basketball كرة السلة tennis swimming السباحة and volleyball وكرة الطائرة i like football بحب كرة القدم it's my favorite sport انها رياضة المفضلة i like to play it بحب بلعبها in my free time في وقت فراغي it's an amazing sport انها رياضة مذهلة اخر اختبار معنا النهاردة الاختبار الخامس من التحنات الازهر الشريف page 171 صفحة 171 listen and choose the correct answer استمع واختر الاجاب الصحيح نسمع نص الاستماع اولا my name is anas اسمي anas i am 15 years old عمري 15 سنة i live in luxor انا بعيش في الاكسر with my parents اسمع والداي in the summer في الصيف we usually go to alexandria عادة بنذهب للأسكندرية to visit my grandfather عشان نزور جدي and my grandmother وجدتي they live there هما بيعيشوا هناك next to the beach بجوار الشاطئ طيب اول سؤال the speakers grandmother and space live in alexandria المتحدث جديته we grand father وجده هما اللي عايشين في ايه في الاسكندرية number two they live near the air عايشين بالقرب من البيتش من الشاطئ مروع بتقول لصارا why don't we watch this film ليه ما نتفرجش على الفيلم ده فهي ممكن ترحب بالفكرة وتقول لها انها فكرة جيدة او great idea فكرة عظيمة ممكن تقول لها that's a great idea انها فكرة عظيمة good idea فكرة جيدة طيب number two احمد بيقول لعادي السؤال فقال له بورسعيد is located بورسعيد بتقع in the north east of Egypt في شمال شرق مصر يبه هو هيقول له ايه اه فين بورسعيد او اين تقع بورسعيد where is بورسعيد where is بورسعيد located اين تقع ايه بورسعيد number three choose a correct answer اختار الاجابة الصحيحة mom and dad baba و mama تينا وبيشربوا الشاي دلوقتي مادم لقيت now دي من الكلمات الدل على present continuous يعني زمن المضارع المستمرة اللي هو كان بيكون من am او is او are بلاس البرب بلاس اي ان جي ساعد الفعل زاعد اي ان جي طيب بابا و ماما بيشربوا الان وبابا و ماما دول جمع ياخدوا are ونحط الفعل اي ان جي بار درينكينج بيشربونا الان number two the skin of zebra يعني الجلد بتاع الحمار الوحش is a striped يعني مقلم او مخطط number three as this is a girl هي البنت or a woman او السيدة السيدة او البنت دول من رجل مات سجادة female انسة ولا بوي ولا طبعا اسن البنت او السيدة بتبقى female انسة number four this is the club هو ده النادي is this i play football حيث العب كوري القدم يبقى ايه where i play football number five is this is usually made of gold عادة بيصنع من ايه الدهب الفرنيتشر يعني الاساس الشيتس المليات البيبر الورق ولا الجولاري المجوهرات الجولاري number six use this lesson to your teachers يعني يجب ان انت تستمع لمعلمينك يبقى you you must يجب ان اخر صفحة معانا النهارده page 172 صفحة 172 read the following اقرأ التالي then answer the question ثم اجب عن الاسئلة نيلي is a nurse نيلي ممردة she is tall and sin هي طويلة ورفيعة she works at a hospital بتعمل في مستشفى she looks after sick people بتعتني بالمرضة she gets up at six o'clock بتستيكز في الساعة السادسة she takes a shower بتاخد دوش and puts on her clothes وبتلبس ملابسها نيلي starts work بتبدأ العمل at eight o'clock الساعة تمانية she helps doctors بتساعد الأطباء كلمة she دي عيدة على ايه على نيلي طيب بتساعد الأطباء she goes home بترجع البيت at five o'clock الساعة الخامسة she watches TV بتشاهد التلفزيون in the evening في المساء at ten o'clock في الساعة العاشرة she goes to bed بتذهب للفراش طيب أول سؤال where does نيلي work أين تعمل نيلي أحنا قلنا نيلي بتعمل أهو في أول سطرة عندنا هنا she works at a hospital بتعمل في مستشفى يبقى دي number one number two what does the underlined word she refer to she دي بتشلي مين قلنا بتشلي ايه لنيلي بترفير زي تو نيلي number three هل بتعتقد الناس بتحب نيلي آآ طبعا هما بيحبوها عشان هي بتساعدهم تمام بتعتني بالمرضي بناقول a yes نعم because آآ she looks اللي هي في السطر بقى الأولاني في آخره she looks after آآ هي she looks after a sick people بتعتني بال ايه بال sick people اللي هما المربع number four نيلي جوز هوم نيلي بترجع البيت زي ما قال في آآ السطر القابل الأخير إنها بترجع الساق خمسة مساء number five she watches tv بتشاهد التلفزيون انز ايه بتتفرج على التلفزيون in the evening في المساء number five write a short paragraph اكتفق رأي انشائية قصيرة of five sentences من خمس جمل على يور دي يومك هنكتفيها على يومنا ايه آآ بنصح الساعة كام بنعود طول النهار بنعمل ايه ويه بالليل بنعمل استعكام ده اسمه your day او daily routine your typical day كل دوت بمعنى ايه يومك او يومك النموذجي يومك المثالي روتيناك اليومي طيب نقول ايه فيه my name is علي اسمي علي i always have a busy school day انا دايما عندي يوم مجرسي حافل او مشغول i go to a prep school انا بذهب لمدرسة اعدادية انكايرو في القاهرة i get up at 7 a.m بسطايك زي الساعة السابعة صباحا i have breakfast بافتر with my family مع عسرتي زين بعد ذلك i go to school بذهب للمدرسة with my friend مع اصدقائي افتر سكول بعد المدرسة i do my homework بعمل ودبي and i watch tv وبشاهد التلفزيون i go to bed at 9 o'clock بذهب للفراش في الساعة التاسعة وبكده نكون انتهينا بحل الجزء الخاص بامتحانات الاظهر الشريف من ملحق كتاب جيم تاني عتادي 2023 ترمأول حلنا الصفحات من 163 ل 172 انتظرونا في حل باقي التدريبات ان شاء الله مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته